استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم فخامة فليبي شاسينتو نيوسي رئيس جمهورية مزنبيق الصديقة في قصر زعبيل بدبي حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات واستعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لأسيما على صعيد الاقتصادي كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات على الصحتين الإقليمية والعالمية إلى ذلك شهد الصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وفخامة الرئيس فليبي نيوسي توقيع عدد من الاتفاقية ومذكرة التفاهم بين الجانبين